كما عقدت جلسة النقاشية حول الحوار الوطني لنواب تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين بمدينة رشيد في محافظة البحيرة وخلال الجلسة عرض أهالي مدينة رشيد مشاكل قطاعات السياحة والصيادين وصناعة السفن والبنية التحتية عرض الحوار الوطني في مدينة رشيد حوار مسمر جدا لأنه عندنا في مدينة رشيد ظهرت محافظة البحيرة عندنا مشاكل كبيرة وبتواجه المواطن بشكل دوري ويومي تم عرض كل المشاكل وعادنا الناس بأنه المشاكل اللي انطرحت هيتم عرضها على لجنة الحوار الوطني وهيتم العمل على حلها بداية من اللحظة اللي خدنا فيها المشاكل هذا هو حاكم اللي تكلم في كل القطاعات قطاع الزراعة وقطاع المواصلات وقطاع صناعة السفن النهاردة المدعوين أو الموجودين في الجلسة النقاشية عرضوا العديد من المشكلات مشكلات خاصة بالبنية التحتية مشكلات خاصة بتطوير السياحة في مدينة رشيد وأيضا مطالبات بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مطحف رشيد باعتباره من أكثر المتاحف تميزا في مصر وفي حتى المنطقة العربية بشكل عام